أكد مجلس الشورى الإيراني أن العراق وحكومات الدول المجاورة تعارض قرار تنظيم استفتاء في إقليم كردستان والانفصال عن العراق وكالة تسنيم نقلت عن رئيس المجلس علي لاريجاني قوله إن إجراء استفتاء في إقليم كردستان العراق سيضر بالشعب الكردي مضيفا أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى خلق أزمات مستقبلية كما سيتعرض الإقليم للضرر اقتصاديا ولذلك فإن إيران تعارض تنظيم الاستفتاء